كل التحية لحضراتكم مشاهدين الكرام جمهور النادي الاهلي في كل مكان عبر شاشة قناة النادي الاهلي بنستعرض مع حضراتكم في الدقائق القليلة المقبلة جانب من اجتماع مجلس الدارة النادي الاهلي والقرارات التي رشحت عن هذا الاجتماع المنعقد الاربعاء 21 يونيو 23 بمعقل النادي الاهلي بالجزيرة برئاسة الكابتن محمود الخطي لدينا خبر مهم نصلت الضوء عليه ونتحدث عن بعض تفاصيله وهو ان النادي الاهلي بيبدأ اجراءات التعاقد لانشاء الفرع الخامس في العالمين الجديدة استكمالا لخطة مجلس الادارة التي تستهدف انشاء فروع جديدة في القاهرة الكبرى والمحافظات المختلفة وبعد دراسة متكاملة لمعطيات المشروع المقدم وفق مجلس ادارة النادي الاهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب على البدء في الاجراءات الادارية والقانونية للتعاقد على انشاء الفرع الخامس للنادي الاهلي والذي سيكون بمدينة العالمين الجديدة على مساحة 43 فدان تم تخصيص هذه الارض من قبل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة واللافت انه يتم الانشاء بتعاون كبير مع شركة الاهلي للتنمية العقارية صبور وايضا شركة سموحة العالمين لاستثمار والتنمية الحقيقة انه انشاء هذا الفرع بيمثل طموح كبير ونقلة نوعية كبيرة جدا للنادي الاهلي اللي بيمتلك حاليا اربع مقرات المقر التاريخي في الجزيرة مقر مدينة نصر الشيخ زايد الجميل وايضا المقر الذي تم افتتاحه مؤخرا في مدينة القاهرة الجديدة تحديدا في منطقة التجمع الخامس ببنية اساسية وانشاءات على اعلى مستوى تليق بعائلة وبأسرة النادي الاهلي وبالأعضاء المنضمين لي واللي بيشهد الحياة اقبال كبير وغير مسبوق من جمهور النادي الاهلي ومن المصريين بخصوص الاشتراك والحقيقة عمل عضوية في هذا الفرع المتميز خصوصا انه هناك تسهيلات كبيرة مقدمة لمن يرغب بالاشتراك في عائلة النادي الاهلي هناك ايضا وسائل تقصيط نتحدث عن ايام قليلة وسيبدأ العمل بقرار الجميع العمية ومجلس الادارة برافع قيمة الاشتراك وبالتالي يعني هذه دعوة لمن لم يتقدم ويحظى بهذه الفرصة ان يبادر خلال ايام القليلة القادمة بالانضمام لعائلة النادي الاهلي فرع العالمين بنتكلم عن منطقة ساحرة واعدة هي الاجمل في مصر لا شك دولة المصرية بتولي اهتمام كبير جدا بعملية التنمية وتطوير الساحل الشمالي مدينة العالمين الجديدة يشار اليها بالبنان ووجود مقر للنادي الاهلي فيها بالتأكيد بيأتي في اطار التناغم مع منظومة الدولة المصرية التي تشهد اكبر عملية بناء وعمران في تاريخها كل امنيات الطيبة للجميع باجازة سعيدة في عيد الاطحى المبارك الذي نسأل الله ان يعيدوا عليكم وعلى الانسان يا جمعاء بالخير واليمن والبركات وان يحفظ بلادنا العزيزة وان يبقى النادي الاهلي في المقدمة دوما شكرا لحضرتكم وإلى اللقاء شكرا لحضرتكم ويتشار القناة